استطاعت سلطات الصينية السيطرة على حريق غابات في مقاطعة يوننان جنوب غربي البلاد بعدما قامت بإجلاء نحوي ألف شخص شارك في جهود الإطفاء أكثر من أربعة ألاف شخص بمساعدة 280 سيارة إطفاء وثلاث مروحيات اندلع حريق غابات في بلدة بحي جانجتشوان وامتد إلى المناطق المجاورة بينما أظلت خدمة والأرصاد القوية في مقاطعة يوننان أول انظار باللون الأحمر ضد حرائق الغابات هذا العام متوقعة أن يسود تقص نحار وجاف في سبع مدن وولايات خلال الأيام الخمسة المقبلة